تهديد دولي بخفض المساعدات الإنسانية السبب شكاوى متعددة من وكالات الإغاثة العالمية والمتهم هنا ميليشيا الحوثي التي تعرقل وصول المساعدات بدرجة لم تعد محتملة التوجه الأممي لتخفيض أكبر عملية مساعدات إنسانية يقدمها العالم قد يبدأ الشهر المقبل وفق مصادر أممية ليرويترز والتي قالت إن المانحين وعمال الإغاثة لم يعد بإمكانهم ضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها العاملون في منظمات الإغاثة اتهموا الحوثيين بتعطيل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى ولم يعد مناخ العمل الإغاثي في شمال اليمن متاحا فقد تراجع في الأشهر الماضية كما يؤكد مسؤول في الأمم المتحدة لدرجة أن عمال الإغاثة لم يعد بمقدورهم إدارة المخاطر المرتبطة بتوصيل كميات الإغاثة الحالية لم يعد لدينا خيار تقول مصادر في المنح الدولية سوى خفض المساعدات التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي والتي تطعم أكثر من 12 مليون شخص وفق إحصائية أممية أكدت بأن 80% من المستفيدين منها يقيمون في نطاق المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون أتى هذا الإجماع الدولي على ضرورة تخفيض المساعدات بعد شكاوى متعددة علنية وسرية كلها تحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعقد ظروف العمل الإغاثي وصعوبة منح تصاريح السفر للعملين في الإغاثة والتسبب بتلف الأغذية وانتهاء صلاحياتها وعرقلة نظام البصمة لضمان عدم سرقة الحوثيين للمنح الغذائية التهديد الدولي بخفض المساعدات قد يمنع عدم سرقتها لكن عدم وضع حلول بديلة لوصولها يضع ملائين المحتاجين لها تحت تهديد الاقتراب من المجاعة